بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعاني الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان تفسير سورة آل عمران الدرس السادس عشر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نواصل الحديث أو الكلام على قوله تعالى إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو اشتدابه أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين ووقف بنا الكلام عند قوله لن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا وهذا من باب الافتراض والتعجيز وأنه مهما افتدى الكافر أو المرتد الذي مات على ردته مهما قدم من الأموال ومن أنفس الأموال وأكثر الأموال فإن ذلك لن ينفعه عند الله شيئا ولن يخلصه من عذاب الله عز وجل ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم أي موجع لا يعلم ألمه لا يعلم شدة ألمه إلا الله سبحانه وتعالى وما لهم من ناصرين يخلصونهم إذن لا مخلص لهم فلا تقبل منهم الفدية ولا تقبل فيهم الشفاعة وليس لهم من يناصرهم وينقذهم مما وقعوا فيه كما كان الناس في الدنيا يتناصرون ويعين بعضهم بعضا على التخلص من الشدايد في الآخرة يتبرأ الوالد من ولده والمولود من والده يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه فما لهم من ناصرين ينصرونهم من عذاب الله عز وجل وهذا فيه هذا الوعيد فيها التحذير من سوء الخاتمة وأن الإنسان يسأل الله حسن الخاتمة ولا يغتر بما هو عليه من صلاح لأنه لا يدرى بماذا يختم له وأيضا لا يجوز الحكم على أحد بالنار مهما عمل من السيئات لأنه لا يدرى بماذا يختم له ولهذا يقول أهل السنة والجماعة إننا لا نجزم لأحد بجنة أو نار ولكننا نخاف على المسيء ونرجو للمحسن وأما عواقب الأمور فإنه لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى ففيه التحذير من سوء الخاتمة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم ليعملوا بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعملوا بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعملوا بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعملوا بعمل أهل الجنة فيدخلها فالأعمال بالخواتيم وذلك أخذا من قوله تعالى وماتوا وهم كفار بهذا الشرط ولا يعلم ماذا يكون عليه حالة الإنسان عند الخاتمة إلا الله سبحانه وتعالى فمن تاب قبل موته وقبل الغرغرة ولو بلحظة توبة صحيحة فإن الله يقبل توبته ومن ارتد عن دين الإسلام قبل الموت ولو بلحظة فإنه يفطل عمله فالمدار على الخواتيم ولهذا قال في المرتدين ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة فقوله فيمت وهو كافر هذا فيه بيان أن العفرة في الخاتمة وأن المرتد لو تاب قبل الموت وقبل الغرغرة تاب الله عليه يُوخذ من هذه الآيات أيضا أن الكافر والمرتد يسيران على غير هدى لقوله تعالى لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون فهم يسيرون على غير هدى الكافر الأصلي والمرتد عن دين الإسلام وأنهم في حياتهم يسيرون في ضياع ومتاهة لأنهم تركوا الحق وتركوا الطريق الصحيح الموصلة إلى الله وأخذوا بالطريق الضالة المنحرفة ودلت الآيات على أن العبرة بالدين والعمل الصالح وليست العبرة بالمظاهر وبالأموال والجاه فإن هذه الأمور لا تنفع إذا كانت على غير إيمان وفإن الله سبحانه إنما ينظر إلى القلوب ولا ينظر إلى الصور والأموال وإنما ينظر إلى القلوب والأعمال ولهذا أخبر الله سبحانه أن الكافرين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا فالمؤمن سعيد وإن لم يكن عنده من الدنيا شيء والكافر شقي وإن كانت عنده الدنيا بحذافيرها ليقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به فلا تنفعهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا ويُخَذُ من هذه الآيات أن الجنة قريبة من الإنسان وأن النار كذلك ليس بينه وبين الجنة أو النار إلا أن يموت فإذا مات وهو مؤمن صار إلى الجنة وإذا مات وهو كافر أو مرتد صار من أهل النار كما قال صلى الله عليه وسلم الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك والشاعر يقول كل مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله فالمسلم لا يأخذه طول الأمل ولا تغره الدنيا فيفسح لنفسه في الأجل ويتمادى في الغي والغفلة وإنما يتذكر الموت في كل لحظة وفي كل حين ويكون على استعداد دائما وأبدا لألا يفجأه الموت على غره قوله تعالى وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله وماتوا وهم كفار ومن يدري متى يموت لأن الموت لا يعلم نزوله وقت نزوله إلا الله وما تدري نفس لأي أرض تموت فعلى المسلم يكون دائما وأبدا على أهبة الاستعداد فهذه الآيات كلها تدور من أولها إلى آخرها في أن من تبين له الحق فإنه يجب عليه المبادرة إلى قبوله والثبات عليه إلى الوفاة وأن من بقي في الجهل ولم يتعلم ما ينفعه فإنه لا يُعذر بالجهل إذا كان يمكنه أن يتعلم ولم يتعلم وأن من تعلم وعرف الحق ثم تركه ولم يعمل به ولم يعمل به أنه خاشر ومغضوب عليه وأن باب التوبة مفتوح متى ما أذنب العبد وبادر بالتوبة فإن الله يقبل توبته ويمحو عنه ذنوبه وأن الإنسان إذا أخر التوبة حتى حاين الموت فإنه لا تقبل منه توبة فهذه أمور يجب على المسلم أن يتدبرها وأن يتفكر فيها دائما وأبدا وأرى الوقت قد انتهى فإلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى مع آية أخرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر